هو في البداية كان فيه كلمة اسمها التغيير التغيير دي مشتق كلمة غير غير الشيء يعني بدل الشيء فهو التغيير اللي انا ايه بتنقل من حالة لحالة تانية سواء من السلب للإجاب او من الإجاب للسلب جينا بعد كده انطلق مفهوم تاني زي ما قال جون كورتر في كتاب كواد التغيير كلم عن التجديد ان احنا هنا محتاج لتجديد الحياة ازاي بقى من خلال التغيير ان هو التغيير من السلب للإجاب فالحالة دي التغيير الإجابي ده هو ده ان انا اجدد الحياة وبدأنا بعد كده نطور ان تغيير الحياة ده اصبح في كل المجالات ان التغيير الحياة طبعا الواحد يحسن علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى والعلاقة المهنية والعلاقة الشخصية والأسرية وكل جوانب الحياة ده معنى التجديد وطبعا حديدك بتقولي ان فيه اغلفة كتب تجديد الحياة كان الامام الغزالي كان عامل كتاب جدد حياتك وده الكارينجي كان عامل داع القلق وابدأ الحياة ده برضو عن تجديد الحياة فده المفهوم البسيط لتجديد الحياة ده نقدر نبساته للناس والتجديد كمان يعني او التغيير بمعنى اصح ان هو ايه ان احنا بنغير بالتدريج يعني انا مش هجادة حياتي في يوم وليلة لا بالتدريج وده طبعا سنة يمكن في القرآن عندنا ان احنا شور بالخمر والريبة جات السنة التغيير بتاعها بالتدريج لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة بعد كده ربنا حرم الخمر والميسير بعد كده فالعايز غير او عايز جدد يبدأ سنة سنة او خطوة خطوة وطبعا ربنا قال ان الله لا يغيره ما بيقامل حتى يغيره ما بيقامل وده بقى التجديد الحقيقي اللي تذكر من 1200 سنة في القرآن طب كل واحد فينا استاذ حسام ليه ماضي ليه ماضي عندنا اي حد في الدنيا فالماضي ده هل بيأثر عليه تغيير طبعا الماضي بيأثر عليه بس الماضي شكين شك مرغوف فيه اللي هو الشك الايجابي وفي شك سلبي يعني ايه الشك الايجابي الشك الايجابي ان انا مثلا وانا طالب في المدرسة مثلا كنت بطلع مثلا اولى على المدرسة او كنت باخد تأدير كويس فانا ما انساش الموقف ده بعيش الموقف ده بكل مشاعبه وكل احاسيسه لو تبقى اللي قارة اسمها ايموشن تيكنيك او في ليه دعم ايموشن تيكنيك اللي هي تقنية نفسية العكسية انا ايه بفتكر الموقف ده وبعيش الموقف ده بكل حزافيره يا فاكر كزا وده الايجابي ده بيأصلي بيديني ثقة بيخليني ابقى سعيد فرحان النفس بقى الحاجة التانية الماضي اللي حديك عايزة تكلم عليه اللي هو الماضي السيء او الماضي السلبي صحي كده ده اللي انت اعزك عليه الماضي السيء بقى لوحدة ميجي يفتكره ويفكر فيه بتلاقي ضربات القلب طبعا سريعة وبيتلاقي طبعا ممكن يجي له قولون الماضي هو بيتعب منه فازاي تغلب عليه طبعا فيه اكتر من الاستراتيجية للموضوع دوت بس انا هنتكلم بالسرعة عشان دلوقت هنعرف هنقول ان فيه ممكن واحد يكتب اللي هو الماضي السيء يكتب في ورقة فيه ناس بتكتب بيطلع الطاقة الجواء السلبية في الورقة بيكتب وبقى لكي يقطع الورقة او يعرقها ده تفكير او ده اتجاه ده حقيقي لو مثلا الناس عملت كده ممكن يغير من نمط حياتهم لو كتب بحاجة سيئة وقطعها مش كل الناس ده ده اتجاه فيه ناس بتنفع فيه وبتنجح فيه فيه طبعا صنف تاني ما يعرفش يعمل دوت يعمل ويقطع ما فيش قطع قطبه كشكل كتير وما وما عملش نتيجة طيب ده الصنف التاني يعمل ايه بقى اللي ما يعرفش يتجل الصنف الاولان اللي هو بتكتر ورقة او القلم يعمل ايه يبدأ ان هو هيجيب ورقة كبيرة فولسكاب او يجيب كوراس رسمي كبيرة ويكتب الشيء اللي هو بيزعله او هو الماضي اللي بيأثر عليه او بدأ يخش عليه او يسطر عليه يكتبه ويعمله يكتبه بالقلم الرصاص ويعمله في دايرة ويبدأ يطلع اسهم تتريننج يخدم للناس اللي عايزة مهورة تريننج فبيعمل يكتب بقى اتعلم ايه من دوت وده الماضي اللي مضايقني وعملت الدايرة حواليه وكتبت برصاص اعمل سهم تحت وقعد اكتب ودعوه انا عنهم بقلم رصاص بخط خفيف وقعد اعمل اسهم واكتب 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 في الاخر كل يوم ابص ابص هركز مع ايه معاليه الاسهم واسيب الماضي اللي هو القليم كل ده بيجيش فيه الموديل لقد قلنا التدريج ابدأ ابص على الماضي القليم طبعا هيبقى ايه مجرد نظرة هتبقى سطحية بعد كده هوت بعد اسبوع او بعد عشر ايام اجيب استيكة وامسح اللي جوه الدايرة نكتب سبحان الله نكتب الحمد لله نربطه بربنا سبحانه وتعالى شو ربنا يوفقني وابدأ ان انا اتغلب على الاستراتيجية دي واتعلم منها